منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 استمر النزاع بين الهند وباكستان على إقليم كشمير وفي إطار هذا النزاع خاض البلدان ثلاث حروب في الأعوام 48 و 65 و 71 من القرن الماضي سقط فيها نحو 70 ألف شخص من الطرفين وبسبب معاناة الشطر الخاضع للهند وهو ولاية جامو وكشمير من الممارسات الهندية حيث قتل منذ عام 1989 أكثر من 100 ألف كشميري ويطالب سكان الإقليم الذين يبلغ عددهم أكثر من 12 مليون نسمة بالاستقلال عن الهند ضد ما يعتبرونه احتلالا هنديا لمناطقهم وقد واجهت حالة الحكم الذاتي الخاصة في كشمير تحديا كبيرا حيث مررت الحكومة الهندية مشروع قانون يلغي المادة 370 من الدستور في آبل ماضي 2019 بالإضافة إلى إلغاء الحكومة لمائة واثنين وخمسين قانونا آخر وبهذا التغيير فقدت جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة حريتها في صياغة وتطبيق قوانينها الخاصة رد الفعل من باكستان جاء سريعا إذ أدانت الخطوة أوحادية الجانب وخفضت علاقاتها الدبلوماسية وسحب السفيرها وعلقت التجارة وعرضت المسألة أيضا على منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل سبعا وخمسين دولة ذات أغلبية مسلمة حول العالم ودعت الأمم المتحدة لعدم الصمت حيال أحداث العنف التي تشهدها ولاية جامو وكشمير في الشطر الهندي من الإقليم المتنازع عليه مع إسلام أباد مواقف العديد من الدول المسلمة تجاه قضية كشمير جاءت بين التناقض والتذبدب والسلبية وسط تخوفات انتابت رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من أن وضع الدول العربية والإسلامية وتغير مواقفها هو ما دفع قارة الهندي في أن يروا أن الوضع الحالي يصب في مصلحتهم إذ لا يمكن الباكستان إلا أن تفسر فعل الحياد الغالب الآن على أنه موقف موال للهندي ضمنيا موقف يدفع نودلي للرد بصوت مرتفع على أي ضغوط أجنبية تتعلق بموقفها من الإقليم بينما انتقلت منظمة العفو الدولية أعلان نودلي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير وحذرت من أن القرار سيعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات الأمين العام للأمم المتحدة أكد من جديد قرارات الأمم المتحدة التي تطلب إجراء استفتاء في كشمير غير أن موقف الهند ينتهك هذه القرارات محليا ستظل كشمير أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار في أي لحظة لذا زالت الهند وجودها العسكرية في المنطقة وفرضت بعض الإجراءات في جزء من خطواتها لإلغاء المادة 370 حكومة الهند أغلقت كل الأبواب أمام حل سلمي وتفاوضي للخلافة فهي تعتبر أن الأمر شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه ليبقى استجال بين الدولتين النوويتين مستمرا ما ينذر بحرب يخشاها الجميع